كلمتين على الماشي مين فين ما يعرفش الدورة السفرة الدورة السفرة دي بتبقى موجودة في السوبر ماركت في كياس كده زي ما انتم شايفين او آآ بتبقى دورة عادية كده كوس دورة بنجيبه آآ طبعا انا حبيت النهاردة عامله الروميو آآ زي ما انتم شايفين حطيت نصف كباية مية وهاخد عليها معلقة كبيرة من آآ الدورة السفرة هو طبعا بيبقى مجمد زي ما انتم شايفين كده هاخد منه معلقة وحطها آآ في المية وبعدين هسيبها على النار لمدة خمس دقيقة لانه هو بيبقى مسلوق مص سلقة الدورة عندي كده بقى جاهز اغرفه في الطبق وهسيبه لما يبرد طبعا آآ روميو اول مرة ياكله الدورة آآ ليه فوايات كتيرة جدا جدا آآ بيمنع تسقط الشعر في فيتامينات وكمان حلو مغزي آآ للقطط فانا قررت عملهونه النهاردة وهشوف بقى رد فعله لما ان شاء الله اجي قدمهوله آآ احنا خلاص كده غرفناه هنسيبه لما يبرد الاستاذ روميو هو بيجري جاري عشان مفكر ان انا حط له حاجة تانية غير الدورة ده كان فطاره يعني الوجبة دي وجبة الفطار آآ هو كده بيشمشم طبعا الاكل هيبدأ آآ يشرب آآ المية بتاعت الدورة مفيدة برضو جدا انا حطط له شوية منها هو آآ كده بيلحس المي بعد كده انا عملت بخط حباية وحططها لبقه علشان يدقها وبعد كده بدأت ااكره بايدي واحدة واحدة علشان يستطعم الدورة ويحبه والحمد لله اكل منه وشبع كمي ملحوظة آآ الدورة الصفرة دي احنا هناخدها زي سناك كده او مكافئات يعني مش هنعتمد عليها كواكبة اساسية للقط آآ بكده النهاردة نكون خلصنا يا رب حلقاتنا تكون عجمتكو متنسوش تعملوا لايك وشير وكسبور كتير علشان مملكة القطة تكبر بيكو